سوف نقوم الآن بشرح وحدات قياس المغزون في برنامج المحاسب الأول يتم الدخول إليه من قائمة التهيئة وحدات قياس المغزون يقصد بوحدات قياس المغزون الوحدة التي سوف نحدد فيها الصنف المباع هل حبة درزن كرتون علبة كيس حسب طبيعة النشاط أو حسب طبيعة هذا الصنف أما طريقة استخدام هذه الشاشة فقط يتم الضغط على زر الإضافة ثم نقوم بتحديد وحدة القياس كيس الرمز كيس ثم عملية الحفظ مثلا حبة الرمز حبة نحفظ كرتون كرتون حسب طبيعة النشاط درزن مثلا درزن ثم نقوم بعملية الحفظ يقصد هنا بالرمز إذا كان لبعض الأصناف اختصارات مثلا الكيلوجرام اختصاره كجم كاف جيم ميم السنتيمتر سم وغيرها من الاختصارات طبعا يتم استعراض الوحدة التي تم إدخالها بالضغط على السام الأزرق نلاحظ أننا عند الدخول إلى قائمة العمليات بيانات الأصناف عند إضافة أي صنف جديد فإننا سوف نقوم بتحديد وحدة القياس التي قمنا بإضافتها في شاشة وحدة القياس المغزون فقط بالضغط على التساعة سوف تظهر جميع وحدات القياس التي قمنا بإدخالها في وحدات القياس في حالة أنه كان للصنف أب وابن مثلا حبا درزن كرتون نقوم بإضافتها في هذه الشاشة في شاشة وحدة قياس المغزون شكرا